كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن هناك عددا من الإجراءات المستحدثة والتي تسمح بها الوزارة الداخلية عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية فما هي هذه الإجراءات وماذا عن صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول إمكانية استخراج بطاقة الهوية للمرأة دون حجاب معنا عبر الهاتف محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أهلا وسهلا فيك سيد محمد أستاذ محمد لو تكرمنا بداية عن إجراءات المستحدثة في استخراج الهوية الوطنية طبعا أبدأ أشكر لكم تضافتنا في البرنامج لتوضيح بعض النقاط التي تداولها بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف نتيجة إجتهاد ما أقول خاطئة لكن وإجتهاد فيه غير محلة طبعا هما في إجراءات التي تحدثت في موضوع الهوية الوطنية ما زروا في الإجراءات لكن الحوال المدنية يعني لا تبخر في جميع الإجراءات للمواطنين فيما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطنين هذا لا يوجد طبعا هو كان ما في إجراءات جديدة وهذا إجراءة معبولة فيه ما زال حتى الآن في السابقه ما زال حتى الآن إنه ممكن أن تطلب من الموضط أو الموضطة أن يطلع على الصورة قبل إعتمادها وفعليا الموضط والموضط عصد يعني يطلعونك على الصورة بدون لا تطلب ولا ما أطلعوني يعني خلينا خلينا يقولك أنا والله العظيم لا يورِّك كيف صورتي بطاقة الأحوال يعني الحمد لله في حاول وفي مدري كيش أشياء مدري فيه أشياء غريبة يعني كانت بطاقة الأحوال يمكن أغلبنا أغلب صورنا كده بس أستاذ محمد يعني الآن لما ما يورون الصور الموضفين الأحوال ويعني هم ما يرفضون سراحة لأنه طلاب ترفضه بس هل ممكن أنه أنا أغيرها؟ هل في حالات معينة هي ممكن أن نغيرها فيها؟ طبعا هو تغيير صورة البطاقة لما تكون يعني غير مطابقة لواقعك أو مثلا والله غير مطابقة نهائية بعض الأخوة الخوات مثل المواطنين المواطنات يتعرضون بأنه في منافذ السفر في بعض النقاط التفتيش في بعض الأمامة يقوم بطاقة الحويلة بحيث أن يقولون البطاقة غير أو شكل الصورة غير مطابقة لواقع الشخص الأمامك فهذه كانت مراجعة المكتب ويكونوا اطلاع على الصورة طب إذا ما كانت عجبتني أستاذ محمد؟ صحة بالنسبة للشيء اللي هو أن عجبتني أو ما عجبتني هذا هوضح شيء أن الصورة لها متطلبات أمنية محددة في إلتقاط الصورة يجب أن تكون في ظاهرة عمل الموضف حيث أنها تكون مطابقة لما هو مطلوب لوضوح الصورة لكن إذا كانت فيها اختلاف كبير وكانت فيها تغير في الملامح إذا كانت فيه خطأ في إلتقاط الصورة أو جودة الصورة أو هاتف يتم تغيير بطاقة بكل صورة لكن هي إثبات الشخصية فقط قد يكون موضوع الصورة غير ملونة ممكن أنها تظهر بهذه المتاجرين كثيرين لكنها ممكن تكون في صورة الجواز أو في رخصة القيادة تكون واضحة نعم أنا أشوف أنه ممكن يشتغلون شوي على الكواليتي حق الصور على أساس الناسكم مفسوطة بصور الهوية أستاذ محمد لكن خلينا شوي ننتقل فيه خبر أن تشرحنا نبغى نتأكد من صحة هذا الخبر من حضرتك طبعا الخبر هذا يقول أن الآن مسموح أن المرأة تلتقط صورة الهوية بدون حجاب هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا لا غير صحيح طبعا الانتظام بالتعليمات والغدرجة في نظام الحوال المدنية وفي النائحة التنفيذية لا أنه يكون بالنسبة للرجل بالذيء السعودي وهو الشماغ أو الغطرة أو الثوب ويكون بالنسبة لمرأة يكون بالحجاب الذي هو المحمول فيه ويجب الرسمي للمرأة كعربية السعودية يعني هو بس أنك هوية يعني سعودية كأثبات هوية سعودية للمرأة بالحجاب وكأثبات للرجل بالشماغ وهذا ينطبق على الجواز برضو الجواز طبعا هذه معايير السعودية من المواطنين السعوديين وهذا الزي الوطني لنا لكن الآن زعلنا كثير من البنات السادة محمد لأنه كثير كانوا متأملين وأنا من ضمنهم بروح أخذ بطاكتي وأركض على الأحوال من جد لأنه نغير الصورة شوين خليها زياد بالنسبة لتغير الصورة يعني مثل ما قلتنا أنه نحن نكون فترة محسن من جودة الكاميرات وإنسان الصورة بحيث أنها تكون ضارة بشكل أفضل نحن نستخدم أحدث التقنيات الموجودة على مستوى العالم الآن في طبع الهوية الوطنية والمتوفر الآن في هذه التقنية هو ما زال في التقنية الحفر بالليزر اللي هو بالأبيض والأسود فممكن هذا يكون فيها لا تأذيه لكن مكاتبنا مفتوحة يعطيكم ألف عافية جهودكم جبارة تشكرون عليها في حال تغير الصورة نحن حاضرين تحتنا يعطيكم ألف عافية أستاذ محمد في النهاية الصورة مثل ما حضرتك ذكرت هي مجرد إجراءات أمنية يعني لا أقل ولا أكثر بغض النظر أنها زينة ولا شينة يعطيك العافية أستاذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية شكرا لك أنا يمكن بس عندي تعليق بسيط بخصوص الموضوع فعليا هو المفروض أن الواحد إذا تغير شكله فيه الناس يصير لهم يعني ينقصون وزن مرة كثير ويتصغير فعلا ما كانهمهم صحيح والعكس صحيح أو تسوي تجميل يسوون تجميل حتى التجميل ينطبق صحيح يعني نقترح عليهم أنهم يروحون نغيرونها في النهاية هو أسباب أمنية لا أقل ولا أكثر صحيح طبعا نحن أكيد نكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل المشاهدين أكيد رجعين بعد الفاصل سارة وطبعا